بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في بداية هذا الفصل الدراسي الثالث والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فصل خير ونجاح وتفوق والآن إخواني وأخواتي نبدأ هذا الفصل بحفظ صورة البينة اليوم بإذن الله تعالى سنحفظ سويا صورة البينة من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة بحول الله تعالى سنقرأها ونكررها ونرددها سويا ولكن قبل أن نبدأ في تلاوة هذه الآيات وفي حفظها دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي دعونا ننتقل سويا إلى درسنا الجديد وإلى مقطعنا الجديد والذي سيكون بحول الله تعالى في حفظ صورة البينة من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة دعونا الآن نبدأ سويا في تلاوة هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وكررنا ورددنا سويا هذه الآيات المطلوب منكم بارك الله فيكم أن تكرروها بشكل مستمر وبشكل دائم حتى تحفظوها بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب والآن وقبل أن نستمع سويا إلى القارئ دعونا الآن نذكر أهم وأبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى لم يكن هنا ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الياء والياء من حروف أحسنتم من حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة فالياء بالنسبة للميم الساكنة هي من حروف الإظهار إذن هنا نظهر الميم الساكنة لم يكن لم يكن أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه من أهل هنا نون ساكنة وأتى بعدها حرف الهمس من أهل ما هو الحكم التجويدي هنا في هذه الآية أو في هذه الكلمة الحكم التجويدي أحسنتم الإظهار لماذا؟ لأن الهمز أو لأن الهمزة من حروف الإظهار بالنسبة للنون الساكنة والتنوين إذن هنا الحكم إظهار الحكم إظهار أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه وتعالى منفكين نون ساكنة وأتى بعدها حرف ألفاء ما هو الحكم هنا بالنسبة للنون الساكنة؟ الحكم هنا أحسنتم الإخفاء الحكم هنا الإخفاء لماذا؟ لأن الفاء من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء بالنسبة للنون الساكنة والتنوين أيضا من الأحكام المهمة في قوله سبحانه وتعالى رسول من الله تنوين وأتى بعده حرف الميم ما هو الحكم هنا بالنسبة للتنوين؟ الحكم هنا أحسنتم الإدغام بغنة الإدغام بغنة لماذا؟ لأن الميم من حروف الإدغام بغنة فحروف الإدغام بغنة الأربعة المجموعة في كلمة ينمو الياء والنون والميم والواو هنا وجدنا الميم إذن إدغام بغنة أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه صحفا مطهرة تنوين فتح أتى بعده حرف الميم والحكم هنا أيضا كالسابق أحسنتم إدغام بغنة أما في قوله سبحانه وتعالى كتب قيمة كتب قيمة تنوين مضموم أتى بعده حرف القاف والقاف من حروف أحسنتم الإخفاء نعم من حروف الإخفاء إذن هنا إخفاء للتنوين قبل أن ننتقل إلى القارئ هنا كلمة ربما أقول ربما يخطئ فيها بعض الناس فيقرأها ساكنة وهي في قوله عز وجل صحفا مطهرة فبعض الناس ربما يسكن الحاء فيقول صحفا مطهرة والصحيح إظهار ضمة الحاء صحفا مطهرة فلينتبه إلى هذه الكلمة ولا نقع في هذا الخطأ إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات والآن دعونا ننتقل سويا إلى القارئ ونستمع إليه وهو يتلو هذه الآيات المباركات فاستمعوا إلى القارئ وكرروا معه حتى تحفظوها بالشكل المطلوب بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من فكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات ونتدارس وإياكم معاني الكلمات المتعلقة بهذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى منفكين حتى تأتيهم البينة ما معنى هذه الآية؟ معناها أي تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أي وهذه العلامة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قرآن في صحف مطهرة فيها كتب قيمة أي في تلك الكتب أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نستكمل حفظ هذه الصورة في تروس قادمة بحول الله تعالى نلتقيكم على خير إخواني وأخواتي ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر